طيب إحنا معنا تقرير رطيف جداً عملناه في يوحكى أنا صورناه مع الناس اللي في الشارع عن الكتب النفسية تعالوا نشوف كده مع بعض رأي الناس إيه في الكتب النفسية بتقرأيه من الكتب النفسية ونرجع لحضرتك ونرجع لكم مرة يلا وكي جداً بحب أقرأ فيها جداً جداً يعني فوق ما تتخيل يعني ده أكتر حاجة أنا بحب أعملها بصراحة من نفس كتب التطوير الذات بس اللي بتتكلم بعقل شوية مش المبالغ فيها بحب أقرأ الحاجات اللي بتكلم عن الذات وزاي أنامي مهارتي وزاي أكون شخصية مميزة جداً وزاي أن أنا أكون إنسانا متسامحة مع نفسي أكيد أنا بحب أتكتب النفسية جداً وبحب أحضر للدكاترة اللي هم والأخصائي النفسين والإستشرين نفسين وبحب أقرأ في كتب علم النفس كتير قوي يعني ما بحب أقرأ غير فيها أصلاً بحكم شغلي أنا محامي فطبيعي إن إحنا بنتعرض لمواضيع من هذا القبيلة عشان خاطر نقدر نتعامل مع الوكلاء بتوعنا وعشان خاطر في بعض المشاكل بتبقى مرتبطة شوية بالنحية النفسية فلازم طبعاً أتطلع على هذا العمر يعني عاريت مثلاً لإبراهيم الفئي مثلاً وقاريت لأستاذة دكتورة نانسي سميدا برضو وبتابع كل اليوتيوب بتاعها صراحة يعني بجد أنا سافت بنا كتير جداً بقرأ لدكتور إبراهيم الفئي الله يرحمه وبقرأ لدكتور نانسي سميدا وبقرأ لدكتور أحمد هارون بقرأ في تطوير الزيت في إبراهيم الفئي إزاي تبقى عندك هدف وتحقق وإزاي لو عندك مشكلة إزاي تحلها تحدد نوع المشكلة وتحدد أهدافها وإزاي توصل لحلي والطرق البديلة والحلول البديلة بتابع بعض الأسات زي دكتورة الكبار زي دكتور رحمد هارون الله رحمه والمرحوم دكتور إبراهيم الفئي فيه كتاب يعني بحبه جداً كتاب دكتورة اسمعها جين سانسري وفيه برضه الجوزيف مرفي وفيه برضه دكتور إبراهيم الفئي إراية دي عموماً بتخلينا نحن نعرف نتعامل الأول إزاي مع نفسنا قبل ما نتعامل مع الآخرين فحلوة قوي إن انت تقرأ في الكلام ده علشان إحنا طبعاً متعرضين لبراشر والضغوط نفسية مش طبيعية دلوقتي كلنا بكل الإيجز وبكل المراحل فالإراية في الموضوع ده بتخليك عارف تتعامل إزاي مع نفسك وتطلع الطاقة السلبية أول باول بعلم الأولاد إزاي ينموا قدرات نفسهم وإزاي يكونوا شخصياً مهازة جداً في المجتمع اللي احنا فيه وإزاي يواجهوا أي موقف يحصل لهم سواء كان بالإيجاب أو بالسلب وإزاي يعرفوا يردوا عليه بطريقة إيجابية وبتخلي اللي قدامه حتى كمان يغير اللغة بتاعته والمنطق بتاعه بتفري معنا كتير جداً في إشباه احتياجاتنا النفسية وأشباه احتياجات أطفالنا والمحطين بنا بنعرف نتعامل معاهم بشكل إيجابي بنمي مهاراتنا الشخصية بتفريء كتير جداً معنا يعني بتفيدنا اللي احنا بنعرف إزاي نحدد مشكلتنا هل مشكلة دي مشكلة في نحنا ولا مشكلة دي مشكلة إحنا يعني المشكلة وصلت لنا إزاي وما ينفعش اللي احنا نحل المشكلة بنفس الطريقة اللي الوجد فيها المشكلة لازم نغير من تفكيرنا عشان نبدأ نحل المشكلة اللغة التواصل وطريقة حل النزاع وتقريب وجهة النظر وأرضية مشتركة ما بين الطرفين فطبعاً بتفيدنا كتير بتتغير قراءك يعني بتمشي بدايركت محدد في الحياة بتبقى عارف توجهاتك واحتياجاتك بالصبت فبتفرق كتير في شخصيتك والنتائج يعني الأمراض النفسية محيطة بينا حتى لو احنا مش مرضى نفسيين فبنتعصر فمحتاجين دايماً كافورده ومحتاجين دايماً الدعم من الكتب النفسية ومن الكتب المتخصصية موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر